اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله صالح وعادل وهو ليمشي كل شي بالقدرة دياله الكلام اللي كتسمعه هو من كتاب الله الكتاب المقدس وهد الكتاب اللي عرفنا به وبالطريقة للأعمال العجيبة دياله والله استخدم كتار من ربعين نبي باش يكتبوا كلامه لليوضح المحبة الكبيرة دياله للناس كاملين وهد الكتاب ليوضح السباب اللي يفرق بين الله والناس واخا هو كيحبهم وكيورينا الخطة دياله باش العلاقة بينه وبين الباشار نرجع كيما كانت في اللول ونرجعه قرابين من الله مرة اخرى كيما كان ادم وحوه الله خلق كل شي بكلمة من فمه قال كن وكان وبكلامه خلق السماء والبحر وقال ان الارض كوني وكانت وبنفخه من فمه خلق كل مخلوق حي في البحر وفي السماء وكل حيوان وبهيمة على الارض ومن بعد ما خلق الله كل المخلوقات شاف فيها وارضى عليها وقال اللي خلقت كله مزيان ومزيان بزاف الله خلق الانسان اللول من تراب وسماه ادم ومن ضلعد ادم خلق المرى اللولية وسماها حوه وبغالله ادم وحوه وحبهم بزاف وعطاهم القدرة باش يتصرفوا على المخلوقات كله وكان ادم وحوه قرابين من الله بزاف وعاشوا في الجنة اللي خلقالهم الله وعطاهم الحق باش يكلهم كل شجرد الجنة كله غير شجرة وحدة اللي قلهم الله ما يكلوش منه ولكن ادم وحوه عصاوا كلام الله وكلاموا من الشجرة اللي حرمها الله عليهم والله جرى عليهم من الجنة اللي دارهم فيها ومن بعد ما كانوك يكلوا من الغلة ديالابلا تامارا واللابز منهم يحرطوا الارض ويزرعوها باش يكلوا وما يموتوش بالجوع وهذه هي النتيجة للدنوب تامارا والحريق والموت والبعد على الله ادم وحوه ولدو ججد العيال سموا اللولي قاين يعني قابيل وسموا التاني هابيل وكان قاين كي غير من خاه هابيل بزاف من درجة دفعته اقتل خاه في اللخر وحسب الله حسب كبير على دنبه وغضب الله على البشر اللي اخلقهم وحبهم وما ارضاشي على شرهم حيث الشر هو اللي ليبعدنا على الله حيث الله والشر مع عمرهم ما يجتمعوا ومع عمر الإنسان ما تكون عنده علاقة ومحبة وعشرة مع الله وهو عايش في الدنوب ومن بعد قاين وهابيل ولد آدم وحوه بزاف دلعواول وقازت ليام وسنين وكتر بنادم على الأرض وكتر شرم ودمبم وكل واحد اختار بنفسه وبإرادته يعصى الله ويمشي في الطريق بعيد عليه كي ما بغى هو وبسبب الشر والعصيان ده بنادم قرر الله باش يوقف هاد الشر اللي ليزيد في الضرر للإنسان ويفني الباشر كله بفايضان كبير اللي هو الطوفان إلا رجل واحد كان متاقي الله وكيطيعه كانت سميته نوح وهيدا أمر الله نوح باش يعدل واحد سفينة كبيرة سماها الفلك باش ينجا هو وعائلته من الفايضان وقوز نوح سنين هو كيعدل هاد السفينة وأمر الله نوح باش ينهي الناس على دنوبهم ويخبرن بالفايضان اللي غادي يكون ويدا هوا ما بقوا في الدنوب ولكن الناس ما تقوش بالكلام دنوح وكانوا كيضحكوا عليه حيث ما كانوشي عوالين يتوبوا من دنوبهم وكانو كيفضلوا الشر على الخير موسيقى وجاب الله النوح كل حيوانات والبهايم موسيقى 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 وأمره باش يديهم معه في السفينة من كل نوع لن توذكر وركب معه مراته وثلاثة دولادهم ونسا ديالهم وكان المجموع دي النفوس اللي دخلوا معهن السفينة تمانية وعاد الحيوانات والبهايم المختلفة ومن بعد شد الله عليهم الباب السفينة ومن اللي دخل نوح وعائلتهن السفينة كان الفايضان باقي مبداشي ولكن من بعد سبع أيام طيح الله شتف زاف من السما وخرجت من الأرض بزاف دلماء وفي مدة أربعين يوم غطى الماء الأرض والناس اللي مدخلوشين السفينة غرقوا كاملين ولكن نوح وعائلته بوحدهم من اللي نجاو حي التاقب الله وآمنوا بكلامه وبغاوة كتار من الشر والدنوب ومشات سنين وجات سنين وكترت الدرية دنوح ورجعت قبائل كبيرة ومفرقة في الأرض ومن بين ولاد ولاده اللي هما الحفاية الدنوح كان نبي الله إبراهيم كان راجل تاقي وطايع عن الله والله وعده باش يعطيه درية كبيرة وترجع الدرية دياله شعب كبير فالوقت اللي وعده الله فيها بالدرية إبراهيم كان راجل كبير في السن يعني شارف ومراته احتاهية كانت كبيرة وعقرة لكنهما تاقوا وآمنوا بالكلام بالله ومن بعد ما طلبهم الزمان رزقهم الله بالعايل وسماوه إسحاق إبراهيم كان عنده ولد آخر اسمته إسماعيل اللي هو جده من العرب والله كان وعد إبراهيم باللي غادي بارك إسماعيل ولكن غادي دير أمور عظيمة للناس كاملين من درية إسحاق اللي يخلق بمعجزة موسيقى وهيداك كان والله تدرية إسحاق شعب كبير اسميته إسرائيل والكلمة دي إسرائيل المعنى دياله هي صارع مع الله ونبي الله موسى هو واحد من هات الشعب كان موسى كيحب الله ويطيعه ومن ليعي يطلو الله باش يطلع من الجبل يصلي ويهدر معاه موسى آمن وطع الله وطلع من الجبل وتم أعطاه الله الشريعة مكتوبة على صفايحة الحجار وكانت هات الشريعة صالحة للشعب كله دعونام باش يعيشوا مع الله ويطيعوه موسى الشريعة اللي اعطى الله نموسى كانت وصايا من الله باش يكون الخير للناس كاملين تدعلمهم يحبوا الله ويطيعوه وما يعبدوش غيرو وما يديروش أصنام يعبدوها كما كدعمل الشعوب الأخرى وكانت الشريعة كدعلمهم يحترموا اسمية الله وتعلم العيال يحترموا والديهم ودعلم الناس يحبوا بعطياتهم وما يتشهوش المتاعد غيرهم والشريعة لدحرم القتيل والفساد والسرقة وشهادة الزور والشريعة علماتهم ينضموا حياتهم يرتاحوا نهار في الأسبوع من الراحة والعبادة وعلم الله الإنسان وحد الطريقة باش يمسح بها دنبو كان كل إنسان أعصاف وصية وحدا من الوصايل المكتوبة في الشريعة اللي يعطى الله نموسى كان خصو يعطي وحد الخروف باش يتدبح في مدعو قدام الله يعني تعويض على الإنسان اللي عصى من بعد ما يعتارف الشخص بذنبو ويحط يدو على الخروف وهد العملية لدرمز باللي الدم تنقل من الإنسان الخروف وهد شي لا يكون باش الإنسان يتفكر باللي الدم العقابة دياله هو الموت وباللي الدم هو سيئة لك تجعل الله يغضب كانت الدبيحة الخروف لدرمز من واحد الدبيحة أعظم كان الله معول يقدم على الدنبو للباشر باش تمسحهم وتغفرهم ودرجع العشرة والمحبة مع الله بشرط يقبلوا هاد الدبيحة ويآمنوا بيها كانت في الخطة باش يكون هو الدبيحة الكاملة اللي تقدر تحيد وتزول الدنوب للناس كاملين على طول الزمان واختر الله باش يقول هاد الكلام على لسند الأنبية دياله في التوراة بحل نبي الله إشعية اللي عاش قبل المسيح بسبعمية عام ولا نبي الله يوحنى اللي عاش في الوقت ديالماسيح اللي قال على المسيح هذا هو الخروف ديالله اللي غادي يحيد الدنوب للناس كاملين المسيح تولد بواحد طريقة عجيبة ما تولد بها احتشي واحد من قبل وما غادي تولد بها احتشي واحد من بعد جاء واحد المالاك من عند الله لعند واحد البنت عزبة اسميتها مريم وكانت هاد البنت مخطوبا واحد الراجل اسميته يوسف وكان يوسف نجار في البلاد اللي هي عايشة وساكنة فيها وقال ما لكن مريم باللي غاداد حبل ودولد بلا ما يقيسك شي راجل ومنلي سمعت مريم هاد كلام تعجبت بزاف ولكن هي امنت باللي الله قادر على كل شي وكيف ما خلق الارض والسمه بكلمة من فمه يقدر يخليها تولد بلا راجل وبهاد المعزيزة تولد المسيح من العزبة وحقق الله وعده ومنلي ساق الخبار يوسف باللي الخاطيبة دياله حبله نظهر له ملاك من عند الله وخبره بكل شي وقال له باللي مريم راه هيا يمهد المسيح اللي كيتسنه الشعب كله كبحلي في النبوآت وقال له ميسميه المولود لغاية زاد ياسوع وهاد الكلمة المعنى دياله ليلة ينجي وكيف ما امنت وطاعت مريم الله طاع وامن يوسف وسلم امرن الله وما حاداشي مريم حتى ولدت ولدها ياسوع وفي ديكاليام جا واحد الامر من عند المالك درروم كيقمار باش كل واحد يرجع لبلاده باش غادي يكون الاحصاد الشعب كله وهيدا يوسف ومريم وهي حبلة صافروا نبلادم اللي هي بيت لحم ومن اللي وصلوا ما جبروش شي موطاع يباتوا فيه حيث المدينة كانت عامرة بالناس اللي جاوا من كل موطاع باش يتقيدوا في الاحصاد وفي الاخر جبروا واحد الرواد البقار وباتوا فيه وتم ولدت مريم ولدها ياسوع وفي ديكالليلة ظهر مالاك من سمانشي سراحة الغنم كانوا قصارين كيعسوا على الغنم ديالهم وقال لهم المالاك فهد الليلة تولد واحد العويل وهد العويل هو المنجي اللي صيفط الله للناس وفي ديكالساعة بانوا مع المالاك مالاك آخرين وهما كيهلوا وكيسبحون الله ومشاوها تسراح وهما فرحانين ومعجبين من الموطاع اللي يقلهم المالاك باش يشوفوا العويل اللي يخلق وبدوا كيقولوها للناس في كل موطاع الكتاب المقدس ما لا يهضرش بزاف على يسوع المسيح من اللي كان صغير بالحق يخبرنا بوحد القصة مهمة بزاف في المرحلة الصغور دياله القصة اللولية هي من اللي كان المسيح يلا خلق المالك ديبلاد ساق الخبار اللي يخلقوا واحد العويل اللي غادي يكون عظيم بزاف والمالك خاف على ملكه وامر العسكر باش يقتلوا العواويل كلهم اللي يخلقوا في ديك الوقت قتل العواويل كاملين حيث ما كانش كيعرفش كون هو يسوع المسيح لكن الله نبه يوسف في المنام باش يهرب هو ومريم والعويل من بلاد مصر حتى يقوز الخطر اللي كان ومن اللي مات ديك المالك رجع يوسف ومريم ويسوع وعاشوا في الناصرة والقصة التانية كي قلنا الكتاب المقدس على المسيح من اللي كان صغير كان كي يكبر في الطول والعقل والحكمة وكان الله والناس راضين عليه ومن اللي كان في عمره 12 عام بابه يماه داوة معاه من الهيكل اللي هو الجامع اللي يعبدوا فيه ليهود يعني بيت الله وكان هاد البيت في مدينة أوروشاليم اللي هي القدس وتم ابدا المسيح وهو على العائل ده 12 عام ليهدر مع العلامة والفقية شعب إسرائيل على أمور الله والدين وحد الحكمة كبيرة وكانوا الناس كلهم كيتعجبون الفهامة والمعرفة دياله ومن اللي بلغ المسيح 30 عام في عمره بدأ ليعلم الناس على الله وارجع وحد المعلم شهور عنده المسيح بين القوة الكبيرة دياله على المرض والشياطين ودار بزاف ديال معجزات شفال عيوار والصومك والمشلولين والضيازن وخرج بزاف ديال الشياطين اللي كانت سكنة في الناس وحيال ميتين ومشى على البحر كبحال اللي ليمشي على الأرض ووكل آلاف ديالناس بخمسة ديالخبزات وجوجد الحوتات دار هاد المعجزات باش يبيل للناس باللي هو جامل عند الله واللي هو أعطاه القدرة على كل شي المسيح كان كيقول أي حاجة كون ودكون بحال الله وما كي نحتشي حاجة لما قدرش عملة دار كل شي مزيان ومزيان بزاف موسيقى وبقى المسيح كيدير المعجزات وتبعوه بزاف ديالناس وكانوا كيمشيون كل موطع ليمشيلوا المسيح وكانوا الناس كيحبوه حيث هو كان كيحبهم وكيحن عليهم وعلى الناس كاملين شفى المرضى وعلم الناس طريق الله المسيح كان إنسان كامل وصالح ما دار حتى شي دمب وكان لا يعمل إرادة الله المسيح جابش يوري للناس المحبّد الله ويصالح الإنسان الخاطي مع الله القدوس وكان في شعب إسرائيل علامة وفي قياد الدين مسيطرين على الشعب كله كانوا كيغيروا من يسوع المسيح بزاف ومن حب الناس ليله كانوا هاد القادة ليجابلهم الله بلي هما صالحين ومتقين الله وما كيقدروش يعترفوا باللي هما خاطيين ومحتاجين الرحمة والغفران د الله كان قلبهم قاصح وما أمنوش بالمسيح وما شعا هاد شيو كان هاد القادة والفقية تفقوا بيناتهم وتهموا المسيح باش يقدموهن المحكامة وهيدك كان نفضوا الخطة ديالهم وسلموهن الحكام اللي عراواه وضربوه وداروا له تاج ديالشوق وحطوه له على راسه وضحكوه ويسقو عليه المسيح كان قادر يوقف هاد التعدو لكن هو كان عارف باللي المجيد يالون هاد الدنيا على هاد شي جابه شيكون الخروف الدبيحة اللي كتخلص على الدنوب والمعصية ديبنادم كله ويتحمل فداته الاعداب اللي يستهلوه جميع المدنيبين بحالي وحالك العسكر دو يسوع المسيح وصمروه على صليب الخشب ووقفه صليب والمسيح مصلب عليه وبقى هيداك حتى خرجت روحه وكانت هاد الطريقة للإعدام ما كيحكموش بها غير على المجربين الكبار وكان مصلب مع المسيح جوجد الشفارة كما مكتوب في النبوة المسيح ما كان داير حتى شي حاجة ولكن اعطى نفسه علينا احنا يلي كنا نستاهلو الموت ماشي هو بالحق هو مات في موطع كل الباشر اللي كانوا عايشين في الوقت اللي تصلب فيه وفي موطع الباشر اللي عايشين دابا واللي غادي يجيوا من بعد ولكن بشرط يأمنوا ويقبلوا دبيحة المسيح لغفران دنوب المسيح قدم نفسه دبيحة كاملة ما فيها حتى شي عيب خلص الدنوب دالباشر كاملين على هاد شي الله قال باللي العدد الدبايح على الدنوب تسالات وما بقات شي صالحة من بعد الدبيحة دي يسوع المسيح العديان دي المسيح لي جبلهم الله تهنوا منه لكن المسيح من بعد ما مات ودفنه في واحد القبرد وواحد الراجل لباس عليه كان شاريه بش يتدفن فيه هو من لي يموت يسوع المسيح قام من الموت يعني حياه نهار ثلث ايام واللي ساق الخبار دي القيامة ديالو هم وحد رباعة دي النساء اللي يمشون القبر من بعد السبت حيث حرم على ليهود يديروش يشغول نهار السبت مشاوا باش يرشوا لكي يزداد المسيح بالعطار ويحنطوه وهدي عادة كانت عند ليهود هاد نساء تعجبوا بزاف من اللي شافوا الحجرة اللي كانوا شدين بها القبر محيدة والقبر خاوي وزادوا تعجبوا هي من اللي شافوا جوجد الملايكة اللي قالولهم باللي يسوع المسيح قام من الموت من بعد ما قام المسيح من الموت ورى راسه يعني ظهر انواحد جمعت الاتباع ديالو واهضروا كلامعهم لكن واحد من التلامت ديالو اسميته تومة سمع بللي المسيح قام من الموت وهدي تلميذ شك وما تقشي وقال اذا ما شوفش تتقابض المصامر في يده يعني في يد المسيح وندير يدي فيهم ما انتقش وما انأمنش المسيح حن على تومة وبانوا اظهرنا الاتباع ديالو من اللي كان تومة معاهم واهضر مباشرة معاه وفي ديك الساعة سجد تومة وامن وقال له المسيح انت امن تي حيتشوفتيني بالحق سعدات اللي امنوا بلا ما يشوفوا اشتركوا في القناة مدد اربعين يوم والمسيح كي اظهرنا الاتباع ديالو للناس وبزاف دي الناس ساقوا الخبار بالقيامة ديالو باللي هو حي ومن لي جل وقت باش المسيح يطلع عن السماء وصل الاتباع ديالو باش يوصلوا خبار الفرحة للدنيا كله الخبار دي المجي ديالو انهاد الدنيا والخبار دي الاعمال اللي دار والخبار دي الموت والقيامة ديالو ومن لي كلا يوصيهم هبطت واحد سحابه من السماء وغطاته على عينه واترفع عن السماء وكلهم كيشوفوا ومن بعد هادشي ظهروا جوجد الماليكا اللي اتباع ديالماسيح وقالولهم المسيح اللي اطلع عن السماء قدامكم ماشي يرجع بحال هالطريقة اللي اطلع بيها هو مشابش يوجد الموطعن كل الناس اللي امنوا به واللي غادي يامنوا المسيح بيدو عدل ودارنا الطريق اللي لذي وصلنا نالله علاش المسيح مات على الصليب المسيح مات على الصليب باش ينجينا من الدنوب ديالنا ويديرنا العلاقة مع الله المسيح النقي اللي ما فيه حتى شي دم رفد الدنوب ديالنا ومن لي لن امنوا به ولن توبوا الله كي يغفرنا دنوبنا وكان وليوك بحال ما عمرنا ما ديرنا شي دم وكان فتحوا صفحة جديدة مع الله وليعطينا القوة والقدرة باش ما نديروش الدنوب مرة اخرى من لي كان المسيح عايش في الارض اعطانا بزاف دي الامتيلة اللي لد فهمنا المعنى دي الحياة مع الله قال باللي كان ججد الطرقان وحدة واسعة وسهلة بالحق النهاية دياله الموت وجه النام ووحدة ضيقة وصعيبة بالحق النهاية دياله الحياة والجنة كنا كنخلقوا بطبيعة لدميرنا الشر والفساد وكنختاروا طريق الشر ديمة حيث هو الطريق الساهل بالنسبة لنا يسوع المسيح جابش يعلمنا كيفاش نبعده على هذا الطريق الساهل ونختاره طريق صعيب وهذا الشي بالايمان به وبالضحية دياله على الصليب وكذلك بالتوبة من الدنوب عزيزي المستمع علش الى مدهدرش مع الله فهد الساعة من كل قلبك قل له يا رب انت عظيم وقدوسه كامل عطارف قدامه بدنوبك هو كيعرف كل شي والاعتراف ديالك قدامه كيهرس القوة ديالدنوب قل له انا كن امن باللي متي على الصليب متي باجد نقيني وضغسلني من دنوبي وضعطيني قلب جديد انا باغي انتباع طريقك ونعيش معاك هنا يا فهد الدنيا ومن اللي نموت معاك في السما وكنحمدك ونشكرك حيت قبلتيني باسم يسوع المسيح امين سيدنا المسيح كيرحب كل واحد جو امن به من اي امة او قبيلة او شعب او دين وهو كيردهم كل مولاد الله واخاك يكونوا مختلفين في اللغة وفي التقاليد ومن مواطعا فرقا ديالدنوب ليوليوا عائلة وحدة عائلة دربنا يسوع المسيح سر دلوحدة ديالهم وليكون المسيح ماشي قدامهم في الطريق المضيق اللي لا يوصل للحياة الديمة يعنين الجنة في واحد الليلة جا واحد من العلامة الشريعة اسميته نيقو ديموس اللي عند المسيح باش يهضر معاه وجاوبوا المسيح ورد على كلامه بكلام عجيب وقلوا إذا بغيت تكون عندك علاقة مع الله خصك تخلق من جديد الولادة الطبيعية اللي خلقنا بها من الولدين ديالنا باش رجعنا من عائلتهم هيداك الولادة الروحية الجديدة هو الطريق للي ردنا من العائلة الله وإحنا يا من قدروش نبدل رأسنا بالحق الله قادر يبدلنا روح الله روح القدس لا يعطينا الولادة جديدة من اللي لن أمنوا ولن توبوا ونعولوا باش نعيشوا حياة جديدة مع سيدنا المسيح قبل ما يطلع يسوع المسيح نسمى واعد تلامد دياله باش يصرد لهم الروح القدس ومن بعد ما اطلع المسيح نسمى بعشر ايام كانوا ليهود كيحتفلوا بواحد العيد ديالهم وعلى هاد شي تجمع في مدينة أرشاليم واحد العدد كبير ليهود اللي يجاوا من كل موطع باش يحتفلوا بالعيد وكانوا تلامد المسيح تاهمات ما وكانوا كلهم مع بعطياتهم وفي واحد اللحظة احضر الروح القدس في الساحة وسكنوا في كل واحد فيهم كي ما قلوا من المسيح وكانت العلامة ديالروح القدس باللي ليهود كاملين اللي يجاوا من البلدان مختلفة كي يهضروا بلغات أخرى سمعوا وفهموا كلام ديالتلامد ديالماسيح بحل اللي يسمعوا ويفهموا لغتهم وكانوا التلامد ديالماسيح كي يهضروا على الأعمال العظيمة اللي دار الله بيسوع المسيح وعلى الفداء والتعويض والقيامة الروح القدس هو الله بنفسه اللي ليعمر القلب كل مومن ليتبع المسيح من كل قلبه الروح القدس هو اللي ليعطينا القوة والقدرة باش نعيش مع المسيح ونلمسيح الإنسان قبل ما يعرف المسيح ليشبهن واحد ماشي في الظلام واللي ماشي في الظلام ليعتر ويطيح في الدنوب حيث ما كينشي شي ضو اللي كيقود لخطوات دياله ومن لي الإنسان ليآمن ويتيق في المسيح ليشبهن واحد ماشي في نص النهار في طريق مسرحة ومغاطية ويسوع المسيح قال أنا هو الضوض الدنيا واللي يتبعني مع عمره ما يمشي في الظلام الله ليعطينا الروح القدس باش يعاوننا ويضوي طريقنا ويعلمنا نعيش حياتنا حسب الإرادة والماشيئة والطريقة دياله المؤمن هو الإنسان للمولود من جديد ليعيش حياتي جديدة وعنده رغبة قوية باش يطيع الله ويشكره على المغفيرة دياله والمؤمن كيكره الشر والأعمال القبيحة بحال الفساد والسرقة والطمع والسحور والشعوادة والروح القدس ليعطينا هذا المؤمن جديد القوة باش يبعد على هذا الحواج الأقباح من الليلة نعيش في عائلة مسيحية ونمشيه حسب الإرادة الله لنعيش حياته في طريقة جديدة الراجل يبغي مراته يحترمه والمرات بغيراج لو تحترمه حيث هذه هي الواصيات الله وخصهم يتعاونوا على التربية دولادهم في طاعة الله العائلة الممنة دي من اللي يصليهم مع بعطياتهم وليكون الهدف ديالهم هو مجد الله والخير للناس يسوع المسيح علم تلامت دياله باش يحبوا الناس كاملين حتى العديان ديالهم ويعاونوا كل واحد محتاج واخي يكون عنده دين آخر ولا لغة آخرى ولا بلاد آخرى وعطاهم واحد المثال وقال كان واحد الراجل مصافر من بلاد نبلاد وفي الطريق تعرطوله الشفارة وهجموا عليه وضربوه والدوله كل شي وسمحوا فيه بين الحياة والموت وقال من تمه واحد الراجل تابع الدين غير دين الراجل المجروح وعاونه وداوى جرحه وعطاه اللي كيحتاجه كله بلا ما يطلب منه احتاجه حاجة بلا شي هيدا لي علمنا سيدنا المسيح نعمله بحال هاد الراجل مع الناس كاملين كاين بعض الناس ليستعملوا السحور ولا يخدموا الشياطين ولا يمشوا لعند الشوافات باش يعرفوا شنه كاين وشنه غادي يكون وزيد وزيد ولكن إذا أمنوا بالمسيح وطلبوا منهم باش يسكون في قلبهم ويبدل حياتهم خاصة من يتوبوا ما يبقوش عملوا هاد الأعمال القبيحة ومن خافوش من الشياطين حيات اللي كيسكون في قلوبنا وكن أمنوا به قوى من كل قوة ومن كل واحد في هاد الدنيا خاصة نبعده على كل حاجة اللي ضربتنا بإبليس والأعوان دياله وما نطلبوش العوين من الشيطان والأعوان دياله حيات الله كيعاوننا وكيحفظنا كان واحد الراجل مسكون بالشياطين كان كيسكون في الغيران وتايه في الجبال ووخا كانوا كيربطوه بالحبال ولبس الناسل كيقطعه وكيجرح راسه ومن لي يسوع المسيح شاف هذا الراجل أمر الشياطين اللي كانت ساكنة فيه باش تخرج منه وخرجت منه في ديك الساعة المسيح عنده القوة والقدرة وكيتحكم في المخلوقات كله إذا كنت كد حس بالشياطين كد قلقك وكد منعك تدير علاقة مع المسيح طلب من بعض الإخوة المسيحيين المتقدمين في الإيمان باش يصليوا معاك ويطلبوا باسم يسوع المسيح القوي باش يحرك من هات الشياطين إذا حبينا وطعنا المسيح من كل قلبنا هو كيسكون فينا وبالقوة دياله ليحررنا من إبليس وإبليس مايقدرش يأدينا إبليس ديما كيحاول يجرب الممنين ليجروا من الدنوب ويحاول يبعدهم على المسيح باش يمشوا معاه ويطيعوه والشيطان كيحاول ينسينا في الله ويبعدنا على طريقه وليغرنا بزاف دي الحويش بحال الفلوس والقارو والصحاب والبينة والفساد وحاجة آخرين وكيخلينا ندخيلوا بلي هاد الحويش مهمين كتار من الله وحسن من الحياة معاه بالحق خصنا نعرفه بلي الشيطان ديما نكداب وغشاش والخدمة دياله هو يبعدنا على الله على هاد الشي الروح القدس ساكن فينا لعاوننا باش نتبتوا ونحربوا هاد التجارب وما نقبلو هاشي ونبقوا تايقين ومشبرين في المسيح ونمشوا معاه فالطريق ديما المسيح عاود وحد القصة نتلامت دياله واحتلين احناية قال كان واحد الشاب اللي خرج من ضار باباه باش يتمتع في الدنيا ومشاو دار اللي قل وعقله فسد وسكر وعربط وخسار اللي اعطاه باباه كله ومن اللي خسار الفلوس اللي كانت عنده واسعاية ولا تكيزة فيه وماشي عاها تشيو كان كان الجوع في البلاد اللي كان فيها وعاد حس واندم على الدنوب اللي دار وفكر يرجع نضار باباه ويطلب منه السماحة وكانت المفاجأة باللي باباه قبلو وسمح له وما عقبوش على داك شي اللي دار والفلوس اللي خسر بالعكس فرح بيه وما قصرش معاه هاد القصة كد علمنا من اللي كان خطاه وكان عمله الدنوب لكن اذا ندمنا وتبنا من قلبنا يعني التوبة الحقيقية فهد الحالة الله كيغفرنا على حساب الضحية دا المسيح ودمول ليسال علينا ولا يرحب بنا مرة اخرى ولا يقبلنا في العائلة دياله السؤال اللي كيحيرنا بزاف دل مرات شنو كيعملوا الممنين بالمسيح من اللي كيمرضوا في ذاتهم الكتاب المقدس اللي علمنا اذا مرضنا خصنا نصلي ونطلبوا الله شيفا ذاتنا باسم يسوع المسيح ونأمنوا باللي الله قادر باش يشفينا وهو كيبغي نغال خير وما نتكلوش على السحارة ولا الشوافة لكن خصنا دائما نتكلوا على الله القادر يشفينا باسم يسوع المسيح والله هو من القدرة والمشيئة اللي يتصلحنا واذا بغى غادي يشفينا وفي الوقت اللي بغى هو وينبهنا للدواو ويعطي الباركة والنعمة للعلاج ديالطبة الله محبة ومحبته هي رجانة في هذه الدنيا الله كيحفظنا من الهجوم دي إبليس في روحنا وفي ذاتنا وليعطينا السلام وليزول الخوف من قلبنا وما نخافه من حتى شي حاجة ولا شي مخلوق كنا نعرفه بلي غادي يجي واحد نهار اللي غادي نموتوا فيه لكن السؤال اش ما شا يجرالي من بعد الموت الكتاب المقدس كي قلنا بلي المومن بلي ليموت روحو كادمشي دسكون مع الرب يسوع المسيح في السماء وهاد الحقيقة لاد ونسنا وادفاجع لنا الحزن من اللي يموت المومن ما خصناش نخافه من الموت حيث حنايا كنعرفه بلي الله حبنا ونجانا من دنوبنا بالإيمان بيسوع المسيح اللي اعطى نفسه ضحية على الصليب باش يقضي على الموت ودرجع الموت طريق باش نتنقله من العيش على الأرض للعيشة دايما مع الله في السماء أما اللي ما أمنوشي وما بغوش يتيقوا في يسوع المسيح ما عندو بشي شي مستقبل مزيان حيث ما بغوش يعيشوا مع الله في هاد دنيا على هاد شي ما يعيشوش مع الله في السماء ويكون الحساب دياله مكبير في جاهنم ديما كل عضف الجسد يعني الدات دبنادم عندو واحد شغول اللي عملو بحل العينين مثلا كنشوفو بيها والودن كنسمعو بيها والدقوم لنهضروا به وكلهم كيتعاونوا مع بعطياتهم إذا مرض شي واحد فيهم الدات كله كتحس وكتقصح والله لي قولنا باللي الممنين هما بحل الدات اللي اسميته الكنيسة والمعنى دي الكنيسة هي واحد جماعة دي الممنين بالمسيح اللي يختاروا يعيشوا مع الله ويطيعوه ويحبوا بعطياتهم المسيح هو راس هد الكزدة للي يقود ولا يحضيها وكما العينين والودنين والدقوم والطراطف الأخرى فالكزدة دبنادم عندهم شغول ومهمة كيديروها بحال هيداك الأعضاء في الكنيسة دي المسيح عندهم شغول ومهمة ليعملوها بحال الإرشاد والتعليم والترتيل والتشجيع وخدمات آخرين وهد شي كدعملو الكنيسة باش دقوى وادعبر على المحبذ المسيح والمجد ديالو والمسيح وصانا باش نحبوا بعطيتنا حيث هيدا نكونوا ولاد الله وتلمدوا ونكونوا متحدين ضروري المؤمنين يجتمعوا مع بعطيتهم باش يعبدوا الله والكتاب المقدس ليعلمنا كيف لتكون العبادة وكيفاش ليكون التسبيح والشكر وصلان لربنا وتقديم العطايا يعني العشور في سبيل الله باش تبشير بالرسالة ديالو ديوصل للناس كاملين والكتاب المقدس ليوصينا باش نتفكروا لموت دي المسيح على سببنا ونقصروا الخبز كما تكسر الجسد دي المسيح علينا والعاصر دي العنب كيفكرنا في الدم دي المسيح اللي يسال علينا باش ينقينا من الدنوب والمعاصي دينا وكذلك نحضيوا راسنا ونفتشوا الى فيها شي حاجة قبيحة ونتوبوا مننا وهيدا حتى يجي المسيح مرة اخرى يسوع المسيح غادي يجي مرة اخرى وهد المجي غادي يكون على غفلة للناس كاملين كما وعدنا غادي يجي باش يدي الشعب ديالو معاه يعني الناس اللي امنوا به في اللول من اللي كان عايش في الارض واللي امن به هو في السما من اللي غادي يجي غادي يدي معاه اللي بغاوه اما اللي ماتوا وكانوا امنين به القبور ديالو غادي تخوا واللي امنوا به غادي يتلاقوا معاه في السما وعيشوا معاه ديما واللي ما امنش بالمسيح غادي يحاسبهم على الرفض ديالو من الفدا احنا ياما لا نعرفوش النهار اللي غادي يجي فيه المسيح على هاد شي سنكونوا معاولين وكنتسنى ولمجي ديالو في كل وقت دابا وساعة كل شجرة لاتعطي الغلة على حساب النوع ديالو مثلا الشجرة للزيتون لاتعطي الزيتون والشجرة الكرموس لاتعطي الكرموس وهيذا ومن اللي روح الله لا يدخل في قلبنا ليورينا نعملوا اعمال مزيانة بحال الشجرة اللي لا يعطيه الغلة المزيانة من اللي لا يسقوها بالماء والروح القدس هو اللي لا يسقي قلوبنا الرب يسوع قال انا هو الكرمى الحقيقية وانتوما العروش والفروعة اذا تبتوا فيي وانا فيكم غادي تعطيه الغلة كبيرة الروح القدس هو الله الساكن في قلوبنا واللي لا يخدم فينا باش نعطيه الغلة روحية وصالحة ولا يزرع في قلوبنا المحبة الفرح السلام الصبر اللطف الامانة العفة والتواضع والعرش اللي ما يعطيشي هاد الغلة لا يتقطع ويتسيب في العافية لكن اللي لا يعطيه هاد الغلة الله لا يزبره ولا ينقيه باش يعطيك تار ولا يتمجد ولا يحمد الآب السماوي رب يسوع علم تلامد والأتباع دياله باش يمشيوا لعند كل الناس ويوصلولهم الرسالة دي الإنجيل الإنجيل هو الخبار الخير اللي يجا العمل العظيم اللي يدربنا باش ينجينا ويغفر الدنوب والمعاصيد بنادم اللي بعداته على الله باش يحفظهم من العذاب وجهنم الديمة واحد العدد كبير ديالناس كيسولوا شنو هو الإيمان المسيحي وباش كي أمنوا المسيحيين وعلاش هما مبدلين على الناس الآخرين وعلاش طريقة للمعاملة ديالهم مبدلة وشكون اللي كي يخليهم يتصرفوا بهذا الطريقة خاص المؤمنين المسيحيين يجاوبوا على هاد الأسئلة والجواب هو المسيحيين الحقيقيين هما الناس اللي كي آمنوا بالمسيح وكي تبعوه في كل ما قالوا عمل وروح الله ساكن فيهم ليعونم على السلوك حسب المشيئة دياله الروح القدس ليعطينا الشجاعة والحكمة باش نشهدوا للمسيح وعلى الحياة الجديدة مع الله وفي الختام صديق المستمع أنا على يقين باللي سماعك ان هات التسجيل غاد يعاونك باش دفهم بزار ديالحواج على الله يعني شنه هو الإيمان بالمسيح وشكون هو المسيح الحقيقي وكيفاش خصو يعيش المؤمن المسيحي ويمكن لك تسمع ان هات التسجيل شح ما بغيتي من مرة وحبيتي ويمكن لك تتوقف التسجيل وتفكر في الكلام اللي سمعتي وإلى حسيتي برغبة في الصالة يعني الدعاء ده رفعون الله طلب منه الحياة الجديدة وطلب منه يغفر لك دنوبك ربما شي دنوب ما كعرف حتى شي واحد غير انت والدنوب اللي انت انستها صديقي المستمع سول رسك وش انا ماشي مع الله ولا ماشي بوحدي فد الدنيا وش نقبل تحييذ المسيح على الصالة بعلية والدم اللي سال على الناس كاملين وش نعيش والموت بلما تنفع به وش تبت من دنوبي والبعد ديالي على الله ولا باقي صديقي المستمع انا متأكد باللي اذا هدرتي مع الله من كل قلبك هو غادي يسمعك حيث وكيحبك محبة خاصة يعني كيحبك انت بالضبط وهو قادر يحب كل واحد بهذا الطريقة وانت غالي عنده بزاف ترجمة نانسي قنقر